السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله هنبدأ في سورة الطواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يسبح لله إلا مهنة طبعا مرقخ في لله سبقت به كسر يبقى اللام في لفظ الجلالة الله هتبقى فيه مرقق عشان سبقت بكسر لو سبقت بفتح أو بضم هيكون فيها التفخيم ما في السماوات وما في الأرض له الملك عند طبعا الرأي هنا ساكنة سكون أصلي وطبعا سبقت بفتح فهتبقى مفخمة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تنوين بالكسر وعندي هنا قاف القاف حرف الحروف الإخفاء يبقى عندي إخفاء لمين للتنوين والغنة اللي هتبقى موجودة في الإخفاء هتبقى مفخمة لأن الغنة بتتبع ما بعدها ما بعدها تفخيما وترقيقا عندي طبعا عند الوقف هيكون عندي مادة عرض للسكون والرأي هنا هتكون ساكنة وسبقت بياء مادية مكسور ما قبلها فتكون مرققة طب لو وصلنا هيبقى عندك تنوين بالضم والشكل ده في التنوين بالضم بيبقى في حالة إيه؟ الإظهار الحلقي ضم معكوفة عليها ضم تانية الضم ده بيكون في حالة الإظهار الحلقي حروف الإظهار الحلقي الستة همزة وهاء وعين وحاء إلها أهاء يبقى أنا لو وصلت هيبقى فيها إظهار حلقي للتنوين هو الذي خلقكم فمنكم كافروا ومنكم مؤمن الذي الذال واللسان خلقكم عندي ميم ساكنة مظهرة فمنكم ركز في النون الساكنة في وسط الكلمة ها النون ساكنة وبعدها كاف حرف حروف الإخفاء يبقى عندي إخفاء لنون الساكنة عندي ميم ساكنة مظهرة كافروا تنوين بتضم وبعده وحرف هروف ينمو إضغام بغنة هتقول كافروا ومنكم مؤمن يبقى عندي إضغام بغنة وإضغام ناقص الإضغام الناقص الحرف اللي بيجي بعد التنوين أو نون الساكنة ببقاش مشدد الحرف اللي بيجي مشدد ببقى إضغام كامل ومنكم فمنكم إخفاء منكم حالة وسط بين الإضغام وبين الإظهار ده تعريف الإيه الإخفاء عندي ميم ساكنة بس مش منظهرة إنما فيها إيه خالية من التشكيل ومفيش عليها رأس الحق اللي هي دي فيبقى عندي هنا ميم وعندي إضغام مثلين صغير الحرف هنا مشدد تعرف أنت عندك إضغام كامل تمام إضغام كامل يعني الميم دي مش هتنطق أبدا وإن أنت هتبقى الصفة بتاعتها الصفات كلها بتاعتها معدومة تمام ده بالنسبة لإضغام الكامل إضغام النقص بيتفضل من المين بصفة من صفات إنون الساكنة أو التنوين ومنكم مؤمنوا لو وصلت تبقى أنت بتضم وبعدوا وحرف الحروف ينمو إضغام بغنة الأربع حروف بتوع الإضغام بغنة ينمو اللام والراء إضغام بغير أغنة والله بما تعملون بصير لفظ الجلالة الله سبق بإيه بفتح فيبقى مفخة من لام بتاعته تمام بما تعملون بصير عندي طبعا هنا مادة عرض للسكون عند الوقف وهيبقى الراء إيه مرقق الراء اللي بتيجي قبلها الساكنة الساكنة إنما المتحركة دي لو متحركة لو وصلنا هتبقى مفخمة تمام إنما لو هي ساكنة وسبقت بيأمة دي على طول تعرف أن أنت عندك هي فيها الترقيق خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم خلق السماوات والأرض طبعا الراء طبعا مفخمة بالحق وصوركم راء مفخمة مفتوحة عندي ميم ساكنة مظهرة اظهر شفوي فأحسن صوركم ميم ساكنة مظهرة وإليه المصير عندي ما تدعرض للسكون عند إيه عند الوقف وهتبقى الراء ساكنة سبقت بياء مدية فهتبقى مرققة وصلت هيبقى فيها الراء متحركة بضم فهتبقى مفخمة يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون عند طبعا لما نقف على تعلنون هيبقى فيها مدعارض للسكون بقية الكلام بتاع الآية ما فيش عندك فيه أي مشكلة في النق فيه والله عليم بذات الصدور عندي اللام هتبقى مفخمة سبقت بفتح عليم بذات الصدور عندي طبعا هنا ميم جنب الضمة يبقى ده إقلاب لإيه للتنوين التنوين بيجي في حالة الإقلاب بيبقى ضمة واحدة أو فتحة واحدة أو كسرة واحدة والميم جنبها والحرف السبب بتاعه بكون الباء فهي قلب النون الساكنة أو التنوين أو التنوين ميمن وتبقى طبعا موجود فيها الغن بذات الذال واللسان الصدور عندي طبعا هنا ايه مادة عارض للسكون تمام طيب لما أنا وقفت هتبقى الرأى دي ساكنة بس سبقت بايه بتضمهو فهتبقى مفخمة طيب لو وصلت هتبقى هي أصلا متحركة بكسر فهتبقى مرقاق يبقى في حالة الوقوف هتبقى مفخمة في حالة الوصل هتبقى مرقاق ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ألم ويأتكم ميم ساكنة ميم ساكن نبأ الذين إذال ما تنساش عشان ما تبقاش فيها لحن جالي كفروا الرأى متحركة من قبل نون ساكنة وبعدها قف فيها طبعا إخفاء وفيها غنى والغنى مفخمة علشان جحر في الايه القاف اللي هو خصة ضغط قض اللي هي حروف التفخين يبقى عندي إخفاء والغنى بتاعته مفخمة قبل الباء مقلقلة علشان ساكنة سكون أصلي فذاقوا وبال أمرهم الرأينا مكسورة فهتبقى ايه مرقاق إذال لسانك أمرهم ميم ساكنة مظهرة ولهم ميم ساكنة مظهرة عذاب قلت لك الشكل ده أنت شفته قبل كده في بداية الصفحة قل لي إن ده الشكل بتاعي التنوين في حالة الإظهار الحلقي ضم معكوفة على التاني جات الهمزة هي اللي هي السبب في الإظهار الحلقي عذاب إذال عذاب أليم عندي طبعا ما تظهرت للسكون لو وصلت هيبقى تنوين بالضم وبعده إذال حرف حروف الإخفاء ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ذلك الزل بأنه نون مشددة هدغلناها حركتين بأنه بعد هاي الضمير فعند مد صلة صغرى شايفو اللي هي اللي هو الصغيرة دي ملحقات المد الطبيعي بياخد معي حركتين كانت تأتيهم شايفي التأدي والتأدي طيب أنا قلت لك لما تشوف الحرفة ها والحرف ده مفيش عليه إيه أي حركة والأي علامة تعرف على طول إن في عندك ضغم وتماثلين ده معدوم الصفة خلاص الحرفي جاء مشددة ها طيب يبقى عندي ده إضغام متماثلين تاء وتاء ادخلت الأولى في الثانية وأصبح إيه حرفي مشدد كانت تاء كانت تاء دي خلاص بابتر 12 ذلك بأنه كانت تأتيهم ميم ساكنة مظهرة رسلهم شايف ميم ساكنة مفيش عليها رأس الحق ومفيش عليها إيه حركة مش متحركة وجاء بعدها الباء اللي الإخفاء الشفوي يبقى عندي الميم الساكنة لو جاء بعدها باء إخفاء شفوي جاء بعدها ميم إضغام مثل الميم الصغير جاءت رأس الحق ده بقيت الحرف كلها بكون فعل الفعل إيه الإظهار بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر عندي هنا إيه مد منفصل فقالوا دي واوة هاي الساكنة المطمومة قبلها والهمزة جات فين في الكلمة التانية فيبع عندي مد منفصل جائز يعني إيه جائز يعني جائز يعني جائز القصر وجائز المد يعني جائز إن أنا أقصره لحركتين وجائز إن أنا أمد إلى الأربع حركات فقالوا أبشر يهدوننا تنون بالضم وبعد ياء عندي إيه ينمو إضغام بغنة يهدوننا فكفروا وتولوا واستعون الله عند الرأة متحركة بضم هتبقى مفخمة عند عند لقوف فعالة الله هيكون فيها مادة عرض السكون وعندي هنا اللام فيها إيه مفخمة عشان سبقت بفتح والله اللام برضو هنا مفخمة سبقت بفتح والله غني حميد غني حميد هه مرت معاي ده في حالة الإظهار الحلقي جي حرف الحق همزة وهاء وعين وحاء وغين وخاء وحميد عند الوقف عليها مادة عرض للسكون وانا لما وقفت أصبحت دي ساكنة دي الدال قاطب جد اللي هي من حرف القلقلة يبقى أنا لازم أن أنا أقلق للإيه الدال طب وصلت هيبقى تنون بتضموا بعده زاي حرف من حرف الإخفاء زعم اللي يبعثوا اللي يبعثوا نون ساكنة وبعدها اللام اللام حرف حروف الإضغام بغير غنة تمام يبقى حرف اللام وحرف الراء وهنا اللام مشددة يبقى عندي إضغام بغير غنة وإضغام كامل لن يبعثوا نون ساكنة وبعدها إضغام بغنة وإضغام نقص وعندي الثاء والثانية شوف الآية زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم قل لم فعل مظهرة قلتلك اللام الساكن لما تشوف على رأس الحق على طول فهل الإيه الإظهار بلى وربي لتبعثن الثاء واللسان عشان ما تبقى السين وبقى لحن جالي نون مشددة هاتغنة حرقتين الثاء واللسان عشان ما تبقى السين والميم المشددة يبقى أنت هتدي هنا غنة حرقتين وهنا غنة حرقتين شوف معاي لتبعثن ثم لتنبؤن نون مشددة ثلاثة عندك نون ميم نون غنة هنا حرقتين 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 لتنبؤن بما عملتم ميم ساكنة مظهرة وذلك على الله يسير على الله هيبقى هنا اللام مفخمة الذال واللسان وهنا مادة عارض للسكون والراء عند الوقف هتبقى مرقق سبقت بيها مادية تمام من حالات الترقيق في الراء السكن وعند الوصل هيبقى فيها ايه هيبقى فيها إخفاء علشان عندي الفاء في بداية الآية التانية فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فآمنوا همزة سبقت حرف المجد بدل بالله اللام هنا سبقت بايه اللام في لغض الجلالة سبقت بايه كسر فيبقى مرقق اللام مرقق ورسوله شايف بسبب الكسرة جات الياءها ضمها هتبقى واو بعدها الضمية فهيبقى عندي هنا مد صلة صغرى والنور الذي شايف نون مشددة حركتين هنا الراء مرققة الذي الذال الذي أنزلنا هنا مد منفصل هي أساكنة مكسور ما قبلها وهنا الهمزة خلي بالك من النون ده علشان النون في وسط الكلمة الكلمة بتبقى كتير ما بياخدش باله منها أنزلنا نون ساكنة بعدها زي حرف حروف الإخفاء والله بما تعملون خبير اللام مفخمة سبقت بفتح بما تعملون خبير هيبقى فيها طبعا مد عرض للسكون والراء هتبقى مرققة عند الوقف عند الوصل تنون بتضموا بعد ياء حرف حروف ينمو إضغام إضغام بغن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب خلي بالك يجمعكم الجيم قطب جد دي مقلقة للجيم دي علشان ساكنة سكون أصل ميم ساكنة مظهرة يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن عندي هنا نون ساكنة بعدها ياء إضغام بغن يؤمن بي شايف على نون الساكنة هيبقى عندك فيها الأقلاب قلب نون الساكنة أو التنوين ميم عندي هنا حرف الباقي السبب طيب الباقي هنا مكسورة سبقت لفظ الجلال والله تبقى اللم بتاعته مكسورة مرققة اللم مرققة ويعمل صالحا يكفر شايف تنوين بالفتح وبعده ياء ينمو إضغام بغن يكفر عند الرأي هنا ساكنة سكون أصلا وسبقت بايه بكسر فهتبقى مرققة ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه شايف انون الساكنة وبعدها الهاء عنه عنهم كل ده بيكون فيها إظهار حلقي النون بتليه على رأس الحا في وسط الكلمة بين كلمتين لساعة ما تشوف النون الساكنة على رأس الحا تعرف انت عندك اظهر إيه حلقي سيئاته و شايف بعدها الضمير في مد صلة صغر و و يدخله جنات انا لما وقفت في هنا صالحا بقى عندي مد دعوات لو وقفت هنا لو وصلت هيبقى عندك اضغام بايه بغن طيب ويد الدالة المقلقلة ويد خله جنات نون مشددة حركتين لما انا وقفت على جنات طلع عندي المد العارض للسكون بقى موجود لو انا وصلت هيبقى مد طبيعي وعندي تنون بالكسر وبعده حرف من حروف الاخفاء تاجري الجيم المقلقلة ها يج تاجري الراء المرققة المكسورة متحركة بكسر تاجري من تحتها الانهار من تحتها عندي اخفاء تاء حرف من حرف الاخفاء الانهار نون ساكنة بعد اهاء حرف من حروف الاظهار الحلق الراء لما وقفت علىها اصبحت ساكنة وسبقت بفتح فهتبقى ايه مفخمة ولو وصلت هتبقى مفخمة عشان هي متحركة بضم خالدين فيها ابدا عندي هنا مد منفصل بين الكلمتين ولما وقفت على ابدا بقى فيه مد عوض طب لو وصلت ابدا ذلك عندي تنون بالفتح وبعد ذال حرف الحروف الاخفاء ذلك الفوز العظيم الضاء واللسان عندي مد عرض للسكون مد العرض للسكون بيكون اتنين او اربعة او ست حركات هنقرأ الآيات بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إن شاء الله نلتقي على خير في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا